اشتركوا في القناة اذا التأثير الذي يحدث عندما اقوم بتمرير الموس الخاصة على كل شخص وايضا ان نلاحظ ان هناك عندما تمرير الموس على كل عنصر انا رأى هناك تحول للموس على شكل ايض سوف نقوم بانشاء كل شيء على هذا نقوم فقط بالذهب الى البروجيكت الخاص بنا على هذه التاكلة ونقوم بوضع هذا البراوزر في اليمين كما العادة ونقوم بالذهب مباشرة الى الاشتيميل ونقوم باخفاء هذا السايد باري اذا سوف نقوم بالبحث عن الديف الذي يقوم بيحتوى جميع العناصر هو الذي سوف نركز عليه كثيرا وجميع الكارت آنيميزي سوف نقوم باستغلالها ايضا للعمل على الهوفر اذا سوف نقوم بالذهب الى كما ترى هذا هو العنصر او الاليمنت الذي يحتاجه لجميع الشخصيات سوف نقوم بانشاء شيء في الكارت آنيمي اولا وهي الكورسوري ايه تكون على انها بونتر اذا قمت بالضغط على السايف كما ترى اصبح لدي الموس يتحول الى اليد التي يمكن الضغط عليها اذا ضغط لن يحدث اي شيء حاليا ولكن يمكن ايضا نقوم باعملة الهوفر الهوفر ستكون لدينا عند الكارت آنيمي يمكن ان نقوم باخذ هذا السطر على هذه الشكل جيد ونقوم بفتح الاقواس وفي اخر السطر هنا نقوم بكتابة نقطتين وكتابة الهوفر اي ان كل ما اكتبه داخل هذين القوسين يحدث عند تمرير الموس على ذلك العنصر مثلا سوف نقوم بتغيير الـ background الى الازرق مثلا نقوم بالضغط اذا قمنا بالذهب الى هذا المكان نرى ان اللون الازرق اصبح لدى كل الشخصيات عندما اقوم بتمرير الموس عليها وما نريده حاليا سوف نقوم بتسميته او التحول وهناك العديد من الاوامر ما احتاجه منه وهو اذا اردت نقوم بشرح بهذه التعليمه بشكل بالتفصيل فقط اخبرني في التعليقات وسوف اقوم بذلك وسوف اقوم فقط بعشرين في المئة من الازاحة الى الامام ونقوم بتطع الـ control save الآن سوف اقوم بتمرير هذا كما ترى لقد اصبح لدي هذا التحول السريع ولكن عندما نلاحظ في الـ project الخاص بنا هناك تحول فقط يمكن للعين فقط ملاحظته اخواني الكرام كما ترى وهذه تسمى اي المدة التي يحتاجها في ظهور او ازديادة حجم الشخصيات اخواني الكرام الى الامام سوف نقوم فقط بـ 0.5 اخواني الكرام نصف ثانية وكما نرى الان حصلنا على نفس الشكل اخواني الكرام الذي لدينا في الـ project الخاص بنا اذا حاليا قمنا بانتهاء بالعديد من الميزات اخواني الكرام في الـ HTML و CSS وفي الدرس القادم ان شاء الله سوف نتطرق الى تعلم لغة الجابا سكريبت من الصفر وتعلم كيفية استقطاب المعلومات وتلعب بالدوم اراكم في حلقة اخرى والسلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة